او مع انذارات الله تاني معنى من معاني الجدية حاجة اسمها الالتزام الالتزام يعني ايه الالتزام معناها ان الانسان يلتزم بحاجة ويؤديها الحقيقة من اسوأ الامور اللي ممكن تضيع التزام الانسان حرب اسمها التأجيل يعني انا ملتزم بقنون روحي فافضل اجل 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 لما اتعب وخش انام انا ملتزم بخدمة معينة الدنيا النهار ده برد نأجلها البكرة بكرة بقى طلعت مطر نأجلها البعده طب بعده بقى دي فسحة العيال يبقى نأجلها الاسبوع اللي بعد بعده عندنا مثل صعب قوي في الكتاب المقدس قالوا المسيح عن العزارة الجاهلات والعزارة الحاكمات العزارة الجاهلات كانوا عارفين ان المسيح جاي بس فضلوا يأجلوا التوبة فضلوا يأجلوا التوبة فضلوا يأجلوا التوبة لغاية لما المسيح جاي وما اخدهمش معاه لانه ايه الباب كده اغلق وعلشان كده تاني مبدأ في الجدية الالتزام الملك التزم قبل شعبه بالصوم الملك ما قالش استنوا علينا كده اسبوعنا استعد ناكل كويس ونرفع وبعد ما نرفع نبتدي نصوم الحقيقة الراجل صام صام بمنهج واضح بمنهج قوي يبقى احنا عندنا نقطة مهمة قوي ان الراجل دوت كان راجل ملتزم واول حاجة في الالتزام ان الانسان ما يأجلش تاني حاجة الالتزام فاي نظام روحي حتطولي او باعترافي انا عشان قلت الكلام ده كتير مش هتكرر النقطة دي لكن في حاجة